انا هبدأ باني هعرض صورة وحضرتك تبدأ معانا العلاج بدرجات الحرق المختلفة عندنا صورة بتبين الدرجات الاربعة اللي تكلمنا عليها وناخدهم واحدة واحدة كده عشان الناس تعرف ايه اللي يتعامل في الحروق دي تفضل حضرتك في الحرق اللي هو على الشمال الخادس اللي هو الدرجة الاولى السطحي اه اللي احنا اقولنا انه بيبقى فيه حمار وشقالم وما بيحصلش فيه الفقاخيع اللي هي بتبقى موجودة ده الدوق الاول ده بيبقى مجرد ان احنا نحط ملطف للبشرة واحنا اقترحنا حاجات اللي فيها سبار الالوغيرة غير كده فيك مراهم كتير قوي للحروق موجودة في الصيدليات بيبقى فيها شوية مضادحة وخفيف فيها شوية حاجات كده خفيفة تتحط مش محتاج يتغطى الحقيقة بتاع الدرجة الاولى ده خالص والعكس لازم روباط مستحب انه هو يبقى مكشوف ويتحط عليه المراهم نريد ان نساعد الجلد ان نعود الحتة للتلاسيطية يبقى مهم قوي ان احنا ناخد دواء لأنتي أليرجيك ضد الحساسية ان الجزء كبير من التدمير اللي بيحصل بسبب حساسية فناخد الدواء للحساسية مهم جدا ان احنا ناخد مسكن للأنم الحقيقة المضاد الحقيقة مش مهم مش مهم في الدرجة الاولى في الدرجة الاولى خالص لانه هو مفروض ان الحرق بيبقى معاقب بسبب درجة الحرارة فما بيبقاش فيه بكتيريا بس نحافظ عليه من التلاوس عادة الدرجة الاولى بيخفف خلال ثلاثة لخمسة ايام ما بيوصلش عشرة ايام ابدا وعادة ما بيسيبش اثر يمكن يسيب شوية لون ممكن بعد اسبوعين من الحرق ان يبتدي نحط الكريمات اللي بتفتح الالوان لغاية ما نوصل لون الطبيع طبعا الدرجة التانية بقى الدرجة التانية بتحتاج اول حاجة النصيحة عشان برضا دي بتحصل كتير اوي ما حدش يشيل الفقاخية حدش يفقعها اه ده مصر على طول بيروح مقاشر الفقهعة او حتة البولي اللي موجودة اللي جواها شوية البروتينات دي مهمة جدا يعني ربنا خلقها الفقاعة دي البروتين اللي جواها ده مغزي جامد جدا للجلد وبيساعد جدا على ان الجلد يلتقم بسرعة فعملية انك تشيله وتفكر انك لو حطيت مطهر هيبقى افضل خالص فما يتشيلش الا اذا هي تفتحت غزبا عنك انما ما تقصدش تشيل الجلي دي الدرجة التانية بتبقى مؤلمة اكتر شوية وبيبقى فيها الفقاخية دي وبتحتاج ان انت استعمل مرهم حروق قوي ايوا في منهم اللي هو في الفضة والحاجات دي معروف السيلفر ودي الحاجات دي بتغطى بيها خالص الجرح ممكن تقفل الجرح لو انت في حدة مش ضامن نفسك عشان النظافة اه لو انت في مكان في زباب او في حاجة يبقى استحب بتغطيها انما لو كنت قاد جوا بيتك في مكان كويس ما تغطيها برضو ما تغطيها ما تغطيها تكتفي بالمراهم فقط برضو المسكنات وكده ما تبتديش تدي موضات حاجة الا لو فقع من دول تفتحت طول ما هي مقفولة الفقاخية دي على الحاجة في بقى ساعتها تبتدي يتفكر في موضات حاجة ثم الدرجة التالتة ودول مهمين اوي بقى اندور عيوزوا تدخل جراحي بدم طبقة الجلد السبيكة كلها راحت راحت يبقى حاجة فيه مشكلة ان لان الطبقة دي في الاخر هتقشر وتتشال ومش مستحب انها تفضل لغاية اما تقشر لوحدها مستحب ان الجراح يتدخل ويشيل حتة الجلد الميتة دي عشان ما تطلعش سموم وتبوز الباقي واذا كانت فيه اماكن من اللي فيها حركة وكده زي صوابع زي ايدين زي رقبة قرب المفاصل قرب المفاصل الكوع والايدين والدراعات والرجلين مستحب انها على طول يتعامل تعويض لهذا الجلد تعويض ده بقى فيه قصة قصة كبيرة اه انا شفت حالاتها دكتور وانا ممارس عام اول ما اتخركت في مصر وخارج مصر الاماكن دي تثابت وخفت بكونتراكشن بقالت يا اتقالت اه الكوع يمسك الياف الياف لانه متعوضش بجلد وتثاب لما شفه وتغير عليه غيار عادي خلاص المفاصل تأثر اه الناس بتخاف تعمل عملية وبيتقالها ان العملية فيها خطورة وبتقد تغير على العيال وعادة ما بيغيروش في اماكن متخصصة في التجميل والحروق عادة بيغيرو في حتة ملاشدع خالص بالموضوع فبيعودوا غيرو عليهم لمدة شهور لغاية ما تقفل بألياف وده بتبوز المفصل طبعا حفظ الحركة لو السن صغير في النمو اثناء النمو او لو السن كبير فوق الاربعين يعني في الاطفال الصغارين وفي اللي فوق الاربعين المفصل بيبوز بسرعة جدا فبالتالي مش مفروض تقعد الحكاية دي خالص دي مفروض انها حاجة بالنسبة لنا حلقة جراحين تجميل بنسميها امرجنسي طوارق طوارق يعني في خلال على طول 3 اربعة ايام بنكون مجهزينهم لحجرة العملية بنشيل الحتة المحلوة وبنحط بدل وسهل اوي انك تعرف هل انت درجة تانية او درجة تالتة دي سهل خالص بالحاجات اللي قلناها في الجزء الاواني بتاع الحلقة الاحساس ومنظر الجرح بيبال بقى يعني ده خلاص الجلد كله دمر لو الجلد الدمر لازم تعوضه والتعويض بيبقى اسهل طريقة طبعا اللي هي من بقالها عشرات السنين اللي هي الترقية بجزء السطحي من جلد من حتة تانية او المساحة كبيرة مساحة كبيرة لها تكنولوج كتير دلوقتي يعني بقى فيه الماشرز والماشرز دي وصلت لدرجة انه ممكن تاخد حتة سنتي تحولها لعشرة سنتي يعني بتاخد منه سنتي تحط جوه الماشر ده بيطلعها لك من اللحة التانية تغطي عشرة سنتي من جلده هو وماشرز دي موجودة عندنا يعني حتى في القصة هيني عندنا موجودة فقدر تغطي مساحات كبيرة باجزاء زغيرة جدا